وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديد على مستوى الجمهورية لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضرية تساهل من حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتساهم كذلك في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا جاء ذلك خلال اجتماعي مع رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع شهد متابعة مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية والتي تعمل بالطاقة النظيفة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وسير العمل بمشروعات النقل الجديدة التي يتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعي في مصر والتي تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة بما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة والتي ستربط التجمعات العمرانية والأحياء السكنية في القاهرة الكبرى وكذلك على مستوى محافظات الجمهورية وهي وسائل النقل الحديثة المتمثلة في القطار الكهربائي السريع وقطار المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT والأوتوبيس الترددي السريع BRT والذي سيعمل بالطريق الدائري ذلك بالإضافة إلى التوسعات والخطوط الجديدة الخاصة بمتر الأنفق وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية لما تمثل من نقلة نوعية وإضافة حضرية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتساهم في تحسين الظروف المعاشية والاقتصادية والبيئية وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا كما وجه السيادته أيضا بالاهتمام بنظم التشغيل وبالكوادر الفنية التي ستعمل على إدارة هذه المنظومة بحيث يتم تأهيلها علميا لمواكبة الحداثة والتطور الذي تتسم بها التكنولوجيا المستخدمة في إطارها أوضح المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير عرض الموقف التنفيذي الحالي لتلك المكونات الحديثة خاصة القطار الكهربائي السريع بخطوطه السلاسة الرئيسية وأولها العين السخن العالمين الجديدة مرسمة روح مرورا بالقاهرة الكبرى وبطول ستمائة وستين كيلو متر وكذا خط حدائق أكتوبر الأقصر أسوان بطول 925 كيلو متر إلى جانب خط قنة الغردقة سافاجة بطول 240 كيلو متر مع توضيح تطور الأعمال المدنية والصناعية والمحطات الجاري تنفيذها بكل هذه الخطوط فضلا عن المثارات السطحية والعلوية وأعمال الكبار المتقاطعة بها كما عرض السيد وزير النقل الموقف الخاص بإنشاء محطات الأوتوبيس الترددي السريع بي آر تي على الطريق الدائري والذي يتكامل مع خطة وزارة النقل لتطوير الطريق الدائري حيث يعد بديلا للنقل العشوائي وسيخفض من استخدام المواطنين للسيارات الخاصة وستعتبر شبكة بي آر تي على الطريق الدائري الأطول في العالم بطول 106 كيلو متر وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بدراسة الحلول المقترحة للتعامل مع بعض التقاطعات والمحور على الطريق الدائري خاصة تقاطع المرج مع الخط الأول لمتر الأنفق كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف إل آر تي والذي بدأ تشغيله التجريبي مؤخرا بما فيها المحطات والكبار والأنفاق وخطوط السكك الحديدية المرتبطة بالقطار حيث يبلغ طول مساره حوالي 103 كيلو متر بعدد 19 محطة ويبدأ من محطة عدل منصور ثم يمتد موازيا لطريق القاهرة الإسماعلي الصحراوي إلى مدينة بدر ثم يتفرع شمالا بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليصل إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية كما أنه سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمتر الأنفق في محطة عدل منصور ومع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى